بعد قرابة ثماني سنوات من ازاحته عن الحكم مثل الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك امام المحكمة كشاهد في قضية اقتحام السجون المتهم فيها عدد من قيادات تنظيم الاخوان وحركة حماس وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد مرسي بتهم اقتحام الحدود الشرقية وعدد من السجون وتهريب عدد من قيادات واعضاء تنظيم الاخوان وحزب الله مبارك ادلى بشهادته قائلا ان حوالى ثمانمائة شخص تسللوا عبر الانفاق من قطاع غزة لدعم تنظيم الاخوان الارهابي خلال تلك الفترة مصر منذ العام 2011 على موعد مع احداث غير متوقعة فبعد ان شاهد المصريون الرئيس الاسبق مبارك يحاكم بتوم متعددة شاهدوا خلفه المعزول محمد مرسي وراء الاسوار واليوم يتابعون حضور مبارك امام المحكمة شاهدا ضد مرسي قال مبارك ان رئيس المخابرات المصرية الاسبق عمر سليمان ابلغه يوم التاسع والعشرين من عام 2011 ان ثمانمائة مسلحين عبروا الحدود الشرقية للبلاد لاحداث حالة من الفوضى ومعاونة الاخوان المسلمين مشيرا الى ان بعض العناصر من شمال سيناء قاموا بتسهيل تسلل اولئك المسلحين وقال مبارك ان المتسللين استعملوا السلاحة في الشيخ زويد والعريش لدى رجال الشرطة واقتحموا بعض السجون بغرب القاهرة وتمكنوا من تهريب عناصر تابعة لحماس والاخوان واشار مبارك الى ان المتسللين وصلوا بميدان التحرير وبعض الميدان الاخرى انا سبق قلت ان دخل تمنمائة واحد من جنسيات مختلفة سواء حماس او حزب الله او اي حد من جنسيات مختلفة سواء من حزب الله او من حماس موضوع الانفاق ده موضوع معقد من باله فترة طويلة والانفاق موجودة من قبل 25 يناير انفاق كانت كميات صغيرة دمرنا انفاق لكن الاجراءات بتاع الانفاق كانوا يضربونا بالنار من غزة حد يجي يشتغل عن المكان ده يضربوه بالنار مثول مبارك امام المحكمة كشاهد ضد قيدات الاخوان المسلمين اثار ردود فعل متبينة في الشرع المصري دي حاجة كويسة اللي بتحصل في مصر يعني ان فيه تنير رؤساء الجمهورية طبعا بواحد بيحكم واحد بيتحكم عليهم ديش هذا حيش هذا هو انما هو دلوقتي رئيس الجمهورية مبارك لا كان قلاص خلص مبارك متهم يشهد على متهم مجيش بصراحة يعني الرئيس خطأ فبتحاسد يجيبوا رئيس داني خطأ يشهد عليه انا ما اسمعتش على الموضوع اللي منك دلوقتي الرئيس مثلا بيتكلم على الرئيس والسانا ما عرفش حاجة اشنا ما فهمش في السياسة في الثلاثين من يونيو عام الفين وثلاثة عشر خرج ملايون المصريين الى الشوارع واعطاحوا بالرئيس الاخواني محمد مرسي بعد عام واحد فقط قضاه في سدة الحكم بعد ان تكشفت حقائق ممارسات جماعة الاخوان وعدت كبير من قياداتها وكوادرها في العديد من الوقائع خاصة خلال احداث ثورة يناير عام الفين وعشر محمد صلاح زهار سكاي نيوز عربية القاهرة ومعنا الان من القاهرة مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب العميد خالد عكاشا مساء الخير عميد عكاشا مرحبا بك معنا في غرفة الاخبار كان لافت ظهور الرئيس الاسبق مبارك اللي يشهد في هذه القضية ضد الرئيس الاسبق محمد مرسي دعنا نتحدث اولا من حيث الشكل يعني ربما سابقة انا شخصيا لم اسمع بمثل هذا الامر من قبل ان يشهد رئيس مخلوع ضد رئيس مخلوع اخر في قضية مهمة بهذا الحجم من حيث الشكل ما اهمية ان يظهر الرئيس مبارك في هذه المحكمة مساء الخير لحضرتك استاذ مهند استاذ المشاهدين يعني فعليا الشكل مسير جدا وازنه غير مسبوق لكن هو له دلالة قانونية مهمة ان الدولة المصرية ربما مع طول هذه القضية لكنها متمسكة بالتقاليد القانونية تقاليد راسخة عميقة هذه القضية على وجه التحديد نظرا لانها معقدة ومليئة بالتفاصيل ومليئة بالاحداث الاستثنائية هذا ما اوصلنا الى المحطة التي نحن عليها اليوم وهو ان يتم استدعاء الرئيس الاسبق حسني مبارك كيودلي بشهاداته باعتباره كان رئيسا للجمهورية وقت وقوع هذه الحادثة غير الاعتيادية التحام للحدود المصرية لمسلحين هجوم على سجون غيره من الاحداث والتفصيلات معظمهم ذات جنسيات اجنبية عن الدولة المصرية كل هذه الحزمة من الغرائب ومن الاستثناءات هي ما وضعتنا اليوم امام هذا الشكل الذي مثلما يثير الغرابة لكنه يثير احترام شديد للهيئة القضائية المصرية التي تحقق بدقة وتتقصى كافة الحقائق وتتوثق من كل المعلومات التي وضعت امام ساحة هذه المحكمة بشكل كبير وبشكل ضخم هو ما جعل هذه القضية تمتد طوال هذه الفترة الزمانية ربما تبعت عميد وكاش ما قاله الرئيس مبارك اليوم امام هذه المحكمة واجاب على اسئلة كبير القضاء الآن من الجانب القانوني هل قدم الرئيس مبارك اي شيء برأيك قد يؤثر على سير هذه المحكمة ربما لم يضيف اشياء جديدة او تفصيلات معينة يعني تحسم مسار القضية بقدر ما هو قدم تأكيدات هو اكد على انه تلقى من الجهات الرسمية حينها وتحدث بالاسم عن الوزير عمر سليمان نائب الرئيس الراحل الذي كان يشغل منصب مدير المخابرات العامة في هذا التوقيت انه قد رفع اليه تقريرا صباح يوم 29 او نهار يوم 29 اخبره فيه بالواقعة باعتباره مديرا للمخابرات العامة ولديه معلومات تفصيلية تحدث عن جنسيات اجنبية قد اقتحمت الحدود تحدث عن عدد تقريبي تم رصد ان هؤلاء المجموعات هي مجموعات مدججة بالسلاح توجهها الى السجون هذه التأكيدات ربما كانت المحكمة قد استمعت اليها من اطراف عديدة ومتنوعة من العاملين بهذه السجون من شخصيات مختلفة ومنوعة المفرقة انني شخصيا كنت احد الشهود في هذه القضية في مراحلها الاولى وسئلت من قبل المحكمة باعتباري كنت ضابطا في هذا التوقيت في منطقة شمال سيناء ورصدنا جميعا دخول هذه المجموعات وتوجهها غربا الى السجون المصرية ربما جاء الرئيس المصري الرئيس الاسبق اليوم ليؤكد ويربط الامور بعضها ببعض ويتحدث عن ما وصله على خلفية منصبه ما وصل لرئيس الجمهورية في هذا التوقيت جميعنا او جميع شهود الواقعة تحدث عن الجزئية التي تخصه التي شاهدها وعينها بنفسه في المنطقة ان كنا نحن في شمال سيناء او حرس السجون عندما تحدث عن الميليشيات التي وصلت الى الاسوار واطلقت نيرانها بكسافة وبالجرافات وبالبلدوزر الذي قاموا باكتحام الاسوار وغيرها الرئيس مبارك اليوم ربما بتحديده للعناصر الاجنبية ويشير بوضوح اليوم الى ايران الى حزب الله الى اعضاء من حركة حماس الى بعض من ابناء شمال سيناء الذين ساعدوا هذه الميليشيات للتسلل والوصول الى اهدفهم القدوا على ادوار الاخوان المسلمين واظن في النهاية احجم عن الاجابة عن بعض من الاسئلة التي استدعت ان يحصل مسبقا على تصريح من القيادة العامة للقوات المسلحة باعتباره ضابطا سابقا احتراما لقوانين العسكرية وهنا السؤال عميد عكاش يعني الرئيس مبارك كما اشرت حضرتك قدم تأكيدات لمعلومات كانت معروفة اصلا يعني كان هناك معروف انه في عملية اقتحام سجون شاركت فيها عناصر من حماس عناصر من حزب الله وكل هذه الامر هو كما تفضلت قدم تأكيد لهذه المسألة ولكن فيما يتعلق بالقضايا الحساسة لم يشهر بأي شكل من الاشكال لانه كما قال بحاجة الى تصريح او الى اذن من السلطات الامنية من ربما من القيادة العامة للقوات المسلحة او شيء من هذا القبيل وبالتالي هناك من يرى ان ظهور الرئيس مبارك في هذه المحكمة كان ظهورا سياسيا وليس للاستفادة القانونية من شهادته ما رأيك في ذلك لا اظن او لا اميل الى هذا الرأي لا يوجد بعد سياسي ما في هذا المشهد الذي شهدناه اليوم هذا المشهد لا يضيف الى الرئيس مبارك شيئا ولا يخصم منه شيئا في المقابل مسألة الحصول على التصريح انا اظن انه المحكمة ستتوجه فعليا بطلب من هذا النوع الى القيادات العسكرية وربما تشهد او يشهد شهر يناير المقبل جلسة مغلقة سرية غير مزاع على الرأي العام ومحددة الحضور سيدلي بعد الحصول على التصريح الرئيس الاسبق بالتفصيلات التي طلبتها المحكمة الامر له الشق القانوني الذي يجعل الهيئة القضائية تصل الى يقين كامل من الاف بل عشرات الالاف ان لم اكن مبالغا من التفصيلات الصغيرة والدقيقة مش هتبدأ من اقصى الشمال الشرقي على الحدود المصرية في يوم استثنائي هو ليل جمعة الغضب 28 يناير 2011 وانتهى بالوصول الى اسوار خمسة من السجون المصرية نجحت هذه الميليشيات في اقتحمها وتحرير السجناء منها اعتراف مثير ادل به محمد مرسي على الهاتف الخلوي الساعة الثانية من ظهر يوم السبت 29 يناير وهو يتواصل تليفونيا مع قناة الجزيرة ويدلي بمعلومات هامة من دون ان يدرك ان هذا التسجيل سيصبح في يوم من الايام دليل ادانة وصف وصفا تفصيليا عن الاسلحة التي دخلت وعن الافراج الذي حدث وانهم متوجهون بصحبة الميليشيات الى ميدان التحرير وكان هناك ضحايا وعدد كبير من القتلى ربما هذه النقطة الاثارة التي صحبت القضية جعلت مسألة الضحايا الذين سقطوا ان كان من حرس السجون او من المساجين انفسهم الذين اطلق عليهم نيران المهاجمين وتم دفعهم تحت تهديد السلاح بالهروب هذه الشهادات القيت امام المحكمة من سجناء عصروا هذه الواقعة واستمعت انا شخصيا عن تفصيلات مزهلة طرحها المساجين الذين زاملوا خلية حركة حزب الله وحركة حماس وميليشيا حزب الله وغيرهم من من تم الافراج عنهم ازاعوا او ادلوا باعترافات تفصيلية امام المحكمة اعتقد انها الان بصدد الوصول الى محطة النهاية هي تلملم الاطراف العديدة حتى يصل الى يقنها المشهد برمت وتستطيع ان تقول كلمتها قضائية بحكم القانون ضد كل من التهم في هذه القضاية اشرت الى نقطة مهمة عميد عكاش وهي ان الجلسة كانت علنية يعني كان يتوقع المرء او يفترض ان معلومات التي ربما يدلي بها الرئيس مبارك لها جانب امني لها جانب حساس ربما لها جانب له طابع السرية او يفترض كذلك لماذا كانت هذه الجلسة علنية ولماذا لم تطلب شهادة الرئيس مبارك بشكل خطي نظرا لحساسية المعلومات التي من المتوقع ان يدلي بها الرئيس بصفة مطلع على كل التفاصيل التي حدثت في ذلك اليوم يعني هذا سؤال مهم وربما يفسر فعلا تفاصيل هذا او خلفية المشهد الذي طلعناه اليوم بتقديري الخاص ومما شاهدته من خطوات هذه الهيئة القضائية المؤقرة التي تقوم على هذه القضية منذ لحظاتها الاولى اظن انها لجأت الى هذا النمط وهذا الشكل كي تصل برسالة طمأنة الى المتهمين اولا الرأي العام بشكل اخر كافة المتدخلين فيها القضية ان هناك اعلى درجة من درجات الشفافية والالتزام بالنصوص القانونية من حيث الشكل على الاقل وان الامور تتم في وضح النهار ولا يوجد ما تخشى ان تخفيه على احد حتى عندما تم ذكر اسئلة حساسة اجاب الرئيس مبارك بوضوء اظن ان المحكمة وهي تلقي السؤال كانت ربما تدرك في يقينها ان هذه ربما تكون الاجابة المتوقعة لكن كان يراد للامر ان يكون به القدر الاعلى من الوضوح وشفافية امام الجميع ومن ثم تعقد جلسة سرية وفق للقواعد القانونية وهنا لا يكون هناك تشكيكا باي شكل من الاشكال مبارك لم يحظى باي شكل من اشكال الاستثناءات ان كان شهادة خطية او غيرها بل بالعكس هو تم الاسرار او جرى الاسرار على انه طالما بحالة صحية تسمح له بالمثول امام القضاء اذا فليمسل وليقول كلمته امام وسائل الاعلام امام الناس جميعا وامام المتهمين ذاتهم كي يدركوا تماما انهم يتمتعون بكل حقوقهم القانونية وهذا من الاشياء التي تؤكد عليها المحكمة من اللحظة الاولى وشهدتها فعليا في كثير من الجلسات شكرا جزيلا لك العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب كان معنا من القاهرة ترجمة نانسي قنقر